في إثر الدعوة المقامة ضده من لجنة الأمر الديواني الخاصة بمكافحة الفساد والجرائم مدير بلدية المنصور علي جار الله في قبضة القوات الأمنية جار الله كان قد أقيل من منصبه بقرار من أمين بغداد منهل الحبوب جراء ممارسات مرتبطة بفساد مالي وإداري وبحسب ديوان الرقابة المالية فإن جار الله عليه شبهات فساد وتقصير في متابعة المشاريع المحالة إلى شركات وشخصيات تابعة لأحزاب متنفذة بحسب التقارير الرقابية فإن مدير بلدية المنصور لم يقدم الخدمات لـ 43 محلة من أصل 57 وزادت في عهده التجاوزات فخلال العامين الماضيين زادت نسبة التجاوزات بمقدار 200% عن الأعوام السابقة التقارير الرقابية كشفت أيضا أن مبالغ الغرامات المفروضة على المخالفين والمتجاوزين انخفضت بنسبة 57% وأشارت إلى حاجة 88% من الشوارع التابعة لبلدية المنصور إلى تبليط وإكساء رغم التخصيصات المالية المتوافرة لها مدير بلدية المنصور علي جار الله متواطئ أيضا مع شركات تابعة لأحزاب متنفذة تبني من دون موافقات أصولية وتحول مواقع سكنية إلى تجارية وتمنح تراخيص بناء لمطاعم في مواقع محرمة تضم أنابب نفط ترجمة نانسي قنقر